بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم راح نتحدث عن الـ events وايضا راح نأخذ basic في الـ events ما راح نأخذهم كلهم لكن راح نقطي أهم النقاط في الـ events وايضا الـ effects في المحاضرة السابقة أو الدرس السابق ما شرحنا كل effects اللي بوجود شرحنا بعضهم لكن احنا شرحنا لك الاساسيين الواجب اللي انك تعلم هم اساس التعلم البقية أيضا اليوم راح نتعلم الـ events الأحداث في مكتبة jQuery الـ events هي نفسها نفس أحداث الجافا سكريبت اللي هي مثل on click, on load, unload, on mouse over, on key down, on key up إلى ما خلافهم من أحداث موجودة في الجافا سكريبت أيضا الـ jQuery فيها أحداث تعالوا نعرف هذه الأحداث من ضمن هذه الأحداث احنا أخذناها في المحاضرات اللي بدأنا فيها في الـ jQuery وهو ready ready هو تقريبيا نفس عمل on load window.onload أي عنده عمل الوثيقة يبدأ هو في العمل نفس الأمر للـ jQuery ready هو نفس الوظيفة طيب إذا هذا يعتبر حدث دائما الحدث في jQuery يكتب بعده function بهذه الطريقة يعني إذا بكتب حدث خلونا الآن أو قبل لا أكتب خلونا نشرح أحد الأحداث مثل حدثك لك ورح نشرح بقية الأحداث على حدثك بشكل ميسر في هذا المحاضر رح نكتفي بعضهم وبعدها نكمل بقية رح نقول مثلا عندي def def طيب ورح نقول مثلا I love jQuery طيب رح أعمل def هذا class رح نسميه مثلا gq الكلاس هذا رح أعرفه هنا gq class عفوا طيب رح أقول مثلا color رح يكون مثلا خلونا نقول blue على سبيب أو blue نقول مثلا أوكي نقول set 6 طيب ورح نقول سيب لي رح نخفي عساس رح نتعلم حدث رح نخفي الآن طيب لو بنلقي نظرة refresh رح نلاحظ هتوقع أن الحدث مخفي الحدث مخفي طيب عساس رح نستخدم عفوا العنصر مخفي رح نقول A A click me طيب أنا أبي عند ضغط click me طيب الرابط التالي اللي هو A خلونا نقول له ref أو من غير هرف رح يقول له on click me يروح يروح وين يعرض لي اللي إحنا عملنا اللي هو I love jquery فهنا نستخدم حدث أول شي نستخدم يعني selector رح يكون هو اللي راح نضغطه عساس يعرض الحدث أي شي اللي راح اضغطه راح اضغطه طبعا A أنا محددة A ممكن تحدد class أو ID له بس أنا ما بيحدد class أو ID بقول A بشكل افتراضي لكن لو كان عمدك أكثر من A في الوثيقة لابد أنك تحدد لها class عساس يعرف هوين يتعامل فأنا قاعد أحدده راح أقول له عندما يضغط على الوسم A click هذا هو الحدث click طيب يعني معناه تختار لي A لما يضغط على A click يعني قاعد أقوله ready راح أقول له function click function معناه الحدث طيب function وتبدأ بهذا الشكل وضعناها قواس محكوفة قوس فاصلة طيب هذا إغلاق اللي هو التالي اللي هو click كامل طيب طيب إذن أنا هنا قت له حدث قت له أنا اخترت A يعني عند الضغط على A لاحظ معي عند الضغط على A يبدأ في العمل ايش اللي راح يسوي لما يضغط على A هنا أنت تبدأ في شرح ايش راح يسوي بناءً على من؟ على الإفكت اللي عمدي اللي أنا درسته في المحاضرة السابقة مثلاً هذا مخفي فأستخدم ايش؟ استخدم show على سبيل المثال أو fade out أو مثلاً slide down على سبيل المثال فرح أقول له لما يضغط على A اختار لي شوف لما يضغط على A روح اختار لي class GQ اللي هو المخفي التالي اللي احنا عملناه اللي احنا نبينا اظهره لما يضغط على A راح أقول له مثلاً show عرضه خلال مثلاً ثانيتين لاحظ معي الان refresh اضغط على click me لاحظ معي ايش صار I love jquery اذا الفكرة جميلة click me I love jquery اذا هذه فكرة click الحدث الحدث هذا يعادل طبعاً on click اذا خذينا حدث اسمه click لا تنسه طيب هذا حدث من الأحداث ايضا راح ندرس بعض الأحداث الآن طيب ايضا عندي حدث ثاني اسمه double click هو عكس double click عفواً هذه click معناتها عندما يضغط ضغطة واحدة double click تكتب في بداية dbl double click لما يضغط ضغطتين يعمل لي عرض للصندوق refresh اضغط ضغطة ما راح ينفذ شيء اضغط ضغطة ما راح ينفذ شيء لابدني اضغط مرتين وربع double click اساس يبدأ في عرض الصندوق بهذا الشكل جميل اذا عندي حدث ثاني اسمه double click وهو عبارة عن عندما يضغط مرتين على الحدث هذا بالنسبة ل double click تعالوا ليجي بلس راح ناخذ حدث ثاني حدث 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 خلونا ناخذ change تعالوا نقول بهذا الشكل change يحتاج الى نماذج change يستخدم عامة مع النماذج أو select أو من هذا القبيل راح نقول مثلا عندي embot type راح نقول text راح اضع على id راح اسمي مثلا يوزرنيم راح اعملي واحد ثاني password بس عساس التوضيح break هنا راح اقول له username هنا راح نقول له مثلا password طيب طيب تعالوا نعرف الحدث اللي راح ناخذ الآن وهو change حدث تتعامل معاه مع النماذج خلونا راح نقول عندما يختار ال id عفوا ال id اللي هو username طبعا عارفين username عفوا ال id اللي هو النموذج التالي خلونا اول شي نعرض هذا refresh النموذج هذا يوزرنيم هذا باسورد عبارة عن نماذج طيب طيب يوزرنيم راح نقول له on مثلا خلونا اعمل dev هنا بس dev من غير شي راح اقول dev ورح اعطي class اسمه مثلا message راح اخلي خالي راح اخلي خالي من غير شي طيب راح اقول له هنا change حدث اسمه change خلى هنا plus change انه خذينا change طيب راح اقول له لما يغير function الان نوضح الحدث انا كتبت الفورم هذا كله اساس اوضح لك فائدة الحدث بمثال مباشر change عندما يتغير راح اكتب شي هنا راح اقول له راح اقول له احد يدخل في الآن بعدين راح اشرحه بس انا بوضح change طيب html هي مغابلة لانير html في الجافا سكريبت طيب طيب هنا ال username اخترته قلت له change معناه change هو لما اذهب الان الى الحقل مثلا رحت الى password كتبت شيء وبتعت على سبيل مثال change انا قاعدت اكلم عن change هنا انا غيرت غيرت القيمة هو كان صفر في الاساس وغيرت الغيمة جميل انا قاعدت اكلم عن password احنا قاعدت تعامل في الاساس مع username بس انا قاعدت اكلم تحت عن password اساس لا يظهر اللي انا عملتها طيب لما اغير شيء هو راح يظهر لرسالة انه تم تغيير شيء معين مثلا او تم التغيير خلونا الآن نبدأ مع username refresh اذهب الى username username خالي غيرت اكتبت F هنا يبدأ عمل هذا الحدث هنا يبدأ عمل هذا الحدث تعال نشاهد لاحظ معي change it عطاني كلمة change it اللي احنا عملناها يعني لما يغير اطبع لي على الوسم اللي هو message class اللي هو message حط لي فيه change it طيب اذا الفكرة هي عندما تغير حقل او قيمة معينة سواء هنا او في select اول ما غير يعطيني change it تم التغيير ترى انه تم تغييره مثلا 7 ترى تم تغييره refresh تم تغييره مثلا اسمي مثال refresh ثمانية تم تغييره طيب فقع يقول لنا تم تغييره change اذا change هو حدث يتم عمله عند التغيير عند التغيير من من غيمة او اي شيء عندي ايضا حدث اسمه بلاور رح ناخذها الام البلاور هو خلونا نكتبه هنا بلاور بلاور ايضا يستخدم مع النماذج بلاور هو عندما خلونا خلونا بالباسورد بما اننا نتعمل مع اليوزر نيم خلونا بالباسورد خلوني بس اغير هنا اقول له هنا بلاورد عساس انه يعني تم التغيير refresh بتعامل مع اليوزر نيم لان احنا ما قاننا نتعامل مع اليوزر نيم في الجيكوري ف$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ هل أحد يتخذنا change نفسها أو change عفوا change عفوا change change لو الآن رحت مثلا إلى username ضغطت عليها وابتعت ما تغير لأني ضغطت وابتعت وما غيرت شيء لما أغير يعطيني change هو أعطاني blower لأننا نحن قاتل فيها blower لكن يعني اللي بنوضحها أن أعطاني change جميل جميل بينما blower غيرت ولا ما غيرت المهم أنك ضغطت على المكان وابتعت عنه بعدين يعني ضغطت عليها وبتعت خلاص أنت عملت blower هذا event هذا حدث طيب أنا أحب أوضح من الصفر أساسي يعني في بعض الأشخاص ممكن يكون جديد على العملية أو أنه جديد في الجي كوري أساسي نوضح أيضا نضرب عصفورين في حجر واحد أيش بعد عندي إحداث خلونا نشوف عندي click double click date gate هذا رح نأخذها فيما بعد event correct target رح نوضحها فيما بعد submit أيضا رح نوضحها عندي focus تعالوا نوضح focus طبعا focus من المميزين رح نقول focus الحدث focus خلونا نجيب أنا أضح هنا أيضا plus focus عساس تعرف focus هو عند التأشير خلونا نقول this is focus أنا كتبتها focus بالجسم focus طيب تعالوا نعمل refresh focus هو عندما يركز على الحقل يعني لما أضغط هنا password وركز عليه بهذا الشكل أنا ركزت هنا يبدأ focus تعالوا نجرب على user name وحعمل focus أضغط عليه تلاحظ this is focus focus خلاص أنا عملت focus عملت focus عكسها كما تلاحظ عندي هنا عكسها focus out out تعالوا نقول this is focus out طيب تعالوا نعمل refresh تلاحظ معي الآن ما في شيء ابتعد يبدأ في العمل هذا معناة focus out يعني تم الإبتعاد تغريبيا نفس بلور focus out طيب focus out جميل هذا بالنسبة لي focus out طيب احنا أخذينا الآن focus focus out أيضا عساس نوضح الهداف اللي أخذيناها أتمنى أنه واضح الفكرة مع التطبيق بإذن الله يعني مع التمارين رح نأخذها لإنشاء الجيكوري يعني مع التعامل مع النماذج وكيفية العمليات اللي تتم في الجيكوري مستقبلا يعني بعد كم محاضرة من محاضرات الأساسيات رح تفهم أكثر بس نحن بنوضح كيفية تعامل معهم متى تستخدمهم ومتى بهذا الشكل يعني plus خذينا focus out طيب focus out خلونا نشوف أيضا من الأحداث ندخل على المونيول الخاص فيها focus out عندي hover hover هو عند عند المرور hover عند المرور يعني الآن لو نقول مثلا خلونا على username hover مو شرط مع النماذج لو نقول مثلا خلونا dev message هذا خلاص نمسح التالي طيب رح أقول له لما يضغط على dev اللي هو message عفوا الكلاس اللي هو message hover عند المرور علي يعني خلونا نكتب مثلا hover me طيب عند المرور علي مثلا خلونا نقول أي شي سوي مثلا عند المرور علي أي غيره خلونا نقول this dot html ما حد لا دخل اللي كان نكتبه هنا بعدين راح نشرحها مثلا thank you على سبيل مثلا refresh عساس نوضح hover refresh hover معناتها لما أمرر على الصندوق لما أمرر على الصندوق يعمل الحدث خلونا أمرر رح تلاحظ أعطاني thank you refresh thank you refresh thank you وبهذا الشكل هذا معنات hover لما أمر على اللي هو الحدث هذا الحدث معناته عنده مرور المؤشر على المكان المعين اللي مختارينا هذا بالنسبة له hover تعالوا نشوف أيضا من الأحداث md key down key press key up هذا رح نستخدمهم بكثرة إن شاء الله مستقبلية mouse over mouse up mouse one ready scroll submit كل هذه الأشيار رح نشرحها يعني فيها event كثير يعني رح نشرحها مستقبليا أتوقع نكتفي بهذا القدر من events اللي موجود basic events أعتقد أن هذا يعتبر basic events بالنسبة لك طبعا مع التطور رح نأخذ كل events اللي موجود ما بيشرحهم كلهم اللي واحدة لأنه رح يأخذون وقت هناك بعض events يعني يحتاج إلى درس وحده طيب أتمنى أن النغات ما كانت صعبة عليكم وإلى هنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا شكرا شكرا